ومن القاهرة ينضم معنا في التاسعة المحلل العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أهلا بك في التاسعة عميد سمير إذن إسرائيل سيطرت على الجانب الفلسطيني من رفح كيف يؤثر هذا على الموقف المصري من الحرب وأيضا هل يشكل تهديدا فعليا للأمن القومي المصري تحديد حضرتك وزميلتك كريمة المصر كل صراع بيحصل على حدودها بيمثل تهديد لكن فكرة موضوع احتلال المعبر المعبر الطبيعي اللي بيمر من إمدادات بيتم تفتشها من جانب إسرائيلي في معابر أخرى في كرم أبو سالم أو في العوجة فبالتالي ما فيش ضرر أو مساس بالسيادة المصرية لا أحد يقترب من معابرنا اللي هي لنا سيادة لكن المعابر الأخرى السيادة فيها للجانب الفلسطيني في الأصل هي السلطة الفلسطينية حماس لما سيطرت على القطاع أصبحت مسيطرة ففكرة أن الجيش الإسرائيلي بالفعل دخل تخوم رفح ومناطق في رفح ومنهم المسلس ما بين كرم أبو سالم وحتى رفح اللي هو بتلاتة كيلو من ما بين المنفذين وتقريبا في حدود يعني الاتنين كيلو في العمق كمان فبالتالي هو موجود بالفعل ففكرة السيادة مش موجودة التهديد اللي بيحصل لمصر يا فكرة أن يؤدي هذه العملية إلى نزوح من الأشقاء في رفح والعملية حتى الآن لا يمكن أن نقول أنها عملية حتى متوسطة العملية صغيرة جدا العملية بغرض ضغط أثناء التفاوض قد تتطور إلى عملية إذا أصر الجانب الفلسطيني على موقفه ومصر لازالت في مرحلة التفاوض وترى أن هناك لازال أفق للتفاوض ويعني طبعا الجانب الفلسطيني يطلع أطلق صواريخ من رفح إلى كرم أبو سالم ما الأوراق لدى حماس اليوم سيادة العميد لكي لا تتطور هذه العملية ويعني تتعدى حجمها عملية صغيرة وليس اقتحام فعلي حقيقي ما فيش بدايل للحل السلمي لهذه المرحلة والخروج من هذه الأزمة إلا أن حماس توافق على المقترح بدون تعديلات أو بدون لعب بالألفاظ لأننا من بعد الجولة الثانية من الأسرة ونفس الفكرة ومصر حماس على بند لن يقبلوا الجانب الإسرائيلي فكرة الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية ووقف العمليات ووقف العمليات لن يتعهد الجانب الإسرائيلي بوقف عمليات لا في الجولة الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا يقبل طلاعه بالألفاظ اللي هو التهديئة المستدامة فعلى حماس أن تقبل في وجود ضامنين منهم الولايات المتحدة ومصر أعلنت أنها ضامن بفكرة تمرير فكرة الصفقة وأن يتم تبادل الأسرة في ثلاث مراحل خلال 120 يوم أو يزيد عن ذلك من الممكن الجانب الأمريكي الجانب مصر الأطراف العربية تقدر تبرد الصراع وصولا إلى يعني الوقف المستمر الاتناقل نردونا نص صريح من الجانب إسرائيلي نعم في هذا السياق عميد سمير شاهدنا بالأمس ربما مئات يدخلون إلى الأراضي المصرية من النازحين من رفح هل يمكن في سيناريو ما أسوأ السيناريوهات أن نشاهد نزوحا جماعيا من رفح إلى الأراضي المصرية لا نزوح جماعي مش هيحصل لعدة أسباب أولا بعد عملية الاكتاحات الصغيرة ودخول بعض القوات لابد أن تتم عملية الإخلاء المدنيين إلى مناطق أكثر أمنا في المنطقة الأمنة ما بين المواصي وحتى النصيرات والمخيمات جانب إسرائيل استورد أربعين ألف خيمة من الصين بالإضافة لأن في هذه المرة مصر مستعدة لكافة سيناريوهات بكافة نواحي لوجستيا وأمنيا وسياسيا تتحرك ماذا حصل في 2008؟ 2008 حصل نزوح مفاجئ غير بدون مؤشرات فمصر مستعدة ومصر بتشرط على الجانب الإسرائيلي من قبل العملية أن لا عملية في جنوب قطاع غزة إلا بعد إخلاء المدنيين وتوفير معابر بديلة لدخول الإمدادات لأن حال عملية بتغلق المعابر اللي هي مغلقة جزئيا الآن سواء كان كرم أبو سالم أو رفح شكرا لكن لو حصل نزوح قليل يعني حالات إنسانية أو ده ممكن تنسيق دخولها دون يعني فكرة النزوح العشوائي أو النزوح الجماعي مش هيحصل ده ومصر جاهزة بهذا السيناريو ويعني تعلمنا من أخطاء الماضي في 2008 فمصر مستعدة وأعتقد أن الجانب الإسرائيلي لن يقدم على عملية شاملة أو عملية كبيرة بدون ما يحقق الشرط اللي مصر طلبها وحطها خط أحمر الخط الأحمر وجود المدنيين بالمناسبة وليس عملية فرافح الجانب الأمريكي يضع بخطوط حمراء أيضا بفكرة عدم وجود خطة ناجعة لنقل المدنيين وجانب الإسرائيلي عمل بروفا على فكرة دخول الإمدادات عبر الأردن من معبر إيرز وكذلك من معبر زكيم وتأتي الإمدادات عبر ميناء أجدود فأعتقد كل ده بيقلل احتماليات السيناريو الأصعب ويعني احنا بعد سبع شهور لم يحدث أي نزوح حتى لا وقد نحن